بدأت المملكة منذ سنوات خطوات عديدة لإعادة هيكلة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تستحوذ على نحو 90% من المنشآت العاملة في المملكة إلا أن التحرك ما زال يراه البعض يسير ببطء شديد في ظل التحول والنمو الاقتصادي الذي تعيشه المملكة وأكد خبراء اقتصاديون أن ثم تعقبات تمويلية تعترض المنشآت الصغيرة أبرزها ارتفاع حجم المخاطر فيها وعدم كفاية الضمانات للقروض البنكية وضعف التشريعات التنظيمية للقطع في حين يرى البعض ضرورة أن تتماشى التسهيلات والخدمات مع مستوى الزيادة في أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث يبلغ عددها حوالي مليوني منشآت في المملكة وبالرغم من زيادة الطالب لتمويل هذه المنشآت والتي تشكل العمود الفقري والمحرك للاقتصاد الوطني لا زال مسؤولون ومتخصصون يرون أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيساهم في تنظيم بيئة الاستثمار ويتيح فرصا لدخول المواطنين بأنفسهم في سوق العمل ويحد من سيطرة العمالة الوافدة